اهلا بكم هنتكلم النهاردة عن فيلم المغامرة العقالي دومة لكن قبل ما نبدأ لو انت جديد معانا ما تنساش تشترك في القناة واتفعل التنبيهات عشان تصلك فيديوهاتنا اللي جاية بيبدأ الفيلم في غابة برية بجنوب افريقيا مع انسة الفهد وهي بتأكل اشبالها الصغيرين وللأسف بيهاجمها اسد فبتجري منه ولكنه بيقتلها وبتسيب الاشبال لوحدهم وفي نفس اليوم بالليل بيكون في شخص ماشي بعربيته في طريق الغابة اسمه بيتر ومع ابنه الصغير زين ولما بيشوف واحد من الاشبال الصغيرين في الطريق بينزل الاتنين من العربية ينكزوا من الشاحنة اللي قربت لان السواء مش هياخد باله منه بسبب حجمه الصغير ولكنهم بيلحظوا النتاهي من عائلته فبيقراروا ياخدوا معهم لمطعم عشان يأكلوه وقتها زين بيطلب من والده يربيه في البيت بيوافق والده على كده لكن بيفهموا انه مش هيقدر يحتفظ بيه على طول وهيجي يوم وهيضطر يسيبه ويرجع لمكانه تاني بعدها بيتحركوا بالعربية وبينام زين طول الطريق للبيت وهناك بيفجوا والدته بالشبل الصغير وكررهم في تربيته وبالليل زين بينام شبل الفهد جنبه على السرير تاني يوم الصبح بتقضي العيلة وقته ممتع مع شبل الفهد وكمان بيعمله فوتو سيشم معاه اما زين بيتعامل مع شبل الفهد كأنه طفل صغير وبيعلمه كل حاجة من اللعب لدخول الحمام ده كمان بيسميه دومة وده اصلا معناه فهد بس باللغة السواحلية وبيتر بيساعد ابنه عشان يبني بيت لدومة وبتعدي السنين وبيكبر زين ودومة وبنشوف بيتر وزين وهما بيدربوا الفهد على أسباق جاري في المزرعة باستخدام كرة وبتتطور الصداقة بين زين ودومة اللي بيكون بقى خلاص فرد من العيلة وفي يوم وهما بيلعبوا سوا في المزرعة زين بيشوف والده بيقع من على الجرار بتاعه وبعد الحادثة بيقع بيتر فترة كبيرة في المستشفى وطول الوقت ده بتكون مراته هي اللي بتهتم بالمزرعة لحد ما بيتحسن بيتر تماما وبيرجع مرة تانية لتدريب دومة عالجاري بأسرع ما يمكن وبيكون زين بيسجل كل ده بالكاميرا ووقتها دومة بيقدر يجري بسرعة 100 كيلو متر في الساعة وده بيبقى رقم قياسي وبالليل بيمارس زين هويته المفضلة مع والدته وهي قراءة الشعر بعدها بياخد دومة ويلعبه في بيت الشجرة بتاعه وبيروح له بيتر ويتكلم معاه في الاتفاق اللي كان بينهم اول ما قرره يربه دومة وهو ان هيجي وقت ويرجع لمكانه تاني وبيقول له بيتر كده خلاص انا شايف ان جي الوقت المناسب اللي رجع دومة فيه الغابة المكان اللي بينتمي ليه مع باقي فاصلته وبيعترض زين على رأي والده وده لانه شايف ان دومة مش عايز يرجع لغابة ولا يكون حيوان متوحش بس بيتر بيقول له ان مهم عمل فهو حيوان متوحش ودي حاجة في دمه ومش هتتغير وانه هيتأقلم بسرعة في بيئته الاصلية وبيتكرر ياخد العيلة معاه يقض وقت لطيف في الغابة ويسيبه دومة هناك ويرجعه وبالليل بيسعى زين من النوم على صوت عربية الاسعاف وصوت الفهد جنبه ولما بينزل الدور الارضي بيتصدم صدمة عمره بعد ما عارف ان والده مات زين ووالدته بيدفنوا بيتر وبيزعلوا على فراءه جدا وبيعدي الوقت هم في حزنهم على بيتر لدرجة ان هم باوش يتكلموا مع بعض وفي يوم بيكون زين قاعد على حمام السباحة وقتها بتيجي والدته وتقوله ان هم مجبرين يتخلوا عن المزرعة ويعيشوا مع عامته في المدينة ورغم اعتراضوا على قرارها الى ان هو ده الحل الوحيد قدامهم ولما بيسألها عن دومة بتقوله ان قريب هيلاقي بيت جديد في محمية طبيعية زين وقتها بيرفق بشدة لان والده كان بيحب المزرعة وكان عايز يكملوا حياتهم فيها وبينط في حمام السباحة بعد كده بنشوفهم وهم بينقلوا للمدينة والدته بتقدم له في مدرسة جديدة وبينضم الفريق كرة القدم في المدرسة والدته بتتفق معاه هتيجي تاخده بعد انتهاء اليوم الدراسي فبتسيب دومة في بيت عامته دومة هو بيلعب بالرموت بيدوس على زرار التشغيل من غير ما ياخد باله واول التلفزيون ما بيشتغل بيتفزع من الصوت وبيخرج برا البيت ويجري ورا عربية والدة زين لكنه من سرعته بيوصل المدرسة قبلها وبيتفاجئ زين لما شافه من شباك الفصل لكن وجود دومة في المدرسة بيتسبب في فوضى جديدة والناس كلها بتخاف والشرطة بتبدأ تجري وراه وبكده مفيش حل قدام زين الى انه ينفذ وصية والده ويرجع دومة للحياة البرية فبياخد دومة على موتسيكل والده وبيتحرك في اتجاه الغابة وبيسيب لوالدته جواب في الجراش لكنه بيتعب جدا وكمان بيحس بالعطش بسبب الحرارة المرتفعة وبيمشي في السحرة لحد ما بيلاقي طيارة متحطمة فبيستخبى تحتها من حرارة الشمس وبالليل بيشوف زين شخصي اسمه ريب كونا وهو بيحاول يشغل الموتسيكل بتاعه ووقتها زين بيظهر له عشان يوقفه وكمان بيخوفه بدومة وبيعرف منه انه محتاج موتسيكل يتحرك به ناحية الجنوب وزين بيكون رايح في اتجاه الغرب ووقتها زين بيعرض عليه يسيب له موتسيكل مقابل مية لانه عطشان لكنه بعدها بيكتشف ان البنزين خلصان اصلا في نفس الوقت ده بتكون والدة زين بتدور عليه وكمان باللغة عن اختفاءه هو قدومة اما زين وريب كونا بيفكروا في طريقة يخرجوا بيها من السحرة وبيكون زين بتعلم افكار كتيرة من والده ولما بيلاقي برشوت موجود في الطيارة بيستخدموا على الموتسيكل وبيعمل مركب شروعي في السحرة وبيتحركوا به عشان يوصلوا المكان في مية لحد ما بيوقف ريب كونا متسيكل في مكان ما وبيحفر في الارض عشان يطلع مية في نفس الوقت ده دومة بيشوف نعامة وبتلفت انتباهه جدا فبيشجعه زين عشان يصدها ويظهر بقى الجزء المتوحش اللي فيه لكن دومة بدل ما يطرد النعامة بيدور على البيت بتاعها فبيضحك عليه ريب كونا وبيقوله كالكوب بتاعك ده مش هيعيش كتير في المنطقة الافضل تبيعه وتستفاد من فلوسه وبعدها بيسأله هو رايح فين زين بيطلع خريطة كان والده معلم فيها على المكان اللي لو فيه دومة هو صغير ريب كونا بيقوله ان المكان ده اسمه أوكا فانجو وانه خطر جدا وبيحذره من انه يروح هناك لكن زين بيضرب بكلامه عرض الحائط وتاني يوم بيستخدم زين البوصلة عشان يعرفهم رايحين فين وهنا بيبدأ يشك في ريب كونا وبيوصلوا القرية في الصحرة مهجورة ومليانة هيكل عظمية وفيها اسوار متحطمة بعد شوية بيلحظوا وجود طيارة هليكوبتر في المنطقة وبدل ما يستنجدوا بيها ريب كونا بيخليهم يستخبوا وبيقولوا انهم اشرار وبيدوروا على اي سبب عشان يقتلوهم وبالليل بيتكلموا عند دومة وبنشوف ريب كونا هو بيجاهز سكين حدا تاني يوم بيتحرك الاتنين عشان يدوروا على مية وبيجري زين عشان يساعد ريب كونا بعد ما دخل كاف والكاف كان بينهار فوقه زين بيساعدوا شوية وبعدين بيقفوا بيقولوا زين انه واخدهم لمدينة مش للغابة وانه بيعمل كده عشان يسلمهم للشرطة ويبضي المكافأة زين بيسيبوا في الحفرة ويمشي وبيوصل لنهر بين الجبال وبيكرر يريح هناك من التعب بعد سفر يوم طويل وتاني يوم الصبح بيجاهز زين ودومة مركب من اخصان الشجر عشان يعدوا بين نهر وبعد ما بيخلص بيقدر يقنع دومة يركب على المركب عشان يعد ناحية تانية لكنهم بيشوفوا تمساح وكمان طيار المية بيشتد وبيقعوا من فوق المركب في المية ووقتها بتبدأ التمسيح تتجمع وتنزل المية وراهم لكن في النهاية بينجحوا يخرجوا من النهر ومن ناحية تانية بتكون والدة زين لسه بتدور عليه وبالمناسبة هي اللي كانت في الطيارة هيلوكوبتر اللي بكون خباهم منها اما زين ودومة بعد ما خرجوا من النهر بيكملوا طريقهم في حقل مليان زرع طويل ومش بيعد وقت وبيتخد بعد ما بيسمع صوت دبدبة جديدة وبيعرف انه قطيع تيران وعلى طول بيستخبف الحقل بين الزرع اما دومة فبيجري قدام التيران عشان يبعده معا زين وينقذه وبكده دومة بيختفي من قدام زين وبيفضل يدور عليه فترة طويلة لحد ما بيضل طريقه هو كمان ودومة بيقع في مصيادة وبييجي الليل وبيكون زين لسه بيدور على دومة ووقتها بيشوف خنزير وبيحاول ما يتحركش عشان ما يحسش بوجوده لكن بيعد عن كبوت على وشه فبيجري والخنزير وراه لحد ما بيقع على الارض مهم عليه بيصحى بعدها من النوم بيلاقي ريب كونة جنبه وبيعرف انه انقذه هو ودومة من الموت فبيعتذر له عن اللي عمله معاه وان نيته ما كانش وحشة لكن ريب كونة بيقوله انه فعلا كان ناوي يسلمه للشرطة وياخد مكافأ ويبيع دومة وبيحكي له قصته انه ساب بيته واهله عشان ييجي ببلد ويشتغل ويبقى معه فلوس كتير لكنه ما قدرش يلاقي شغل وفي النهاية اضطر يمشي في سكة مش تمام ودته في الاخر السجن ومن وقتها وهو خد عهد على نفسه مش يرجع مكان ده تاني تاني يوم بيبدأوا يدربوا دومة على صيد الحيوانات لكنه بيفشل في المحاولة وبيضيع عليهم العشاء بيوصلوا المجموعة من الناس عاملين حفلة وطبعا بما ان دومة ما قدرش يصطادوا مكلوش فبيكونوا جعانين جدا وبيقراروا يسرعوا اكل منهم وبيدخل زين عليهم وهو بيمثل ان في حاجة عدته وبيجروا عليه وهم مش عارفين ايه اللي عده وقاتها بيظهر قدامهم تعبان اسود فبيخافوا كلهم وبيجروا من المكان وهنا بيدخل ريب كونة وبيسرع الاكل هو وزين وبعدها بيتحركوا بمركب في النهر زين بيعرض عليه فلوس مقابل مساعدته ليهم ريب كونة كمان بيديله احجار لقاه في الكهف اللي اتحبس فيه ودي كاتسكار بعد ما بيخرجوا من النهر بيدوروا مرة تانية على مكان مناسب لدومة لحد ما بيوصلوا لجسط حيوان ميت وقتها دومة بيلتهم الحيوان ميت ولما بيحاول زين يجي جنبه بيغضب وبيكون عايز يكله لوحده ريب كونة بيفكروا ان ده الهدف الاساسي اللي جاه عشانه وهو انه يخلي دومة متوحش عشان يقدر يعيش في الغابة بعدها بيلاقوا كهف وبيباتوا فيه وبيقول له ريب كونة لازم نلاقي مكان مناسب لدومه باسرع وقت عشان نرجع بيتنا اما زين بيكون شايف ان وفاة والده غيرت كل حاجة لحد ما بيوصلوا للمكان وبيلاقي ريب كونة صربة من حشرة تسي تسي بتاجم عليهم ريب كونة بيحاول يجري مع زين وكمان بيحميه من الحشرة لكنه بيتصاب وبيكون محتاج يرتاح شوية وبيكون فيه قصود في المنطقة كمان الجو بيمطر مطر شديد وهم محتاجين يولعوا نار عشان يبعدوا لقصود عنهم وبيولعوا نار فعلا بالفلوس اللي اداها زين لريب كونة لانها الحاجة الوحيدة اللي كانت نشفة معاهم بعدها بيقرر زين يطلب المساعدة من قرية قريبة منهم ولما بيتحرك فيه اسب بيجري وراه ودومه بيجري وراهم عشان يلحق صاحبه وبيسيبوا ريب كونة الواحد نايم جنب النار وبيقدر زين فعلا يوصل للقرية يطلب منهم مساعدة فعلاج ريب كونة وبياخدوا للقرية وبالليل بيخرج دومة يتجول شوية في المكان لحد ما بيسمع صوت جاي من الجبل وبيجري ورا الصوت لحد ما بيظهر قدامه فهد تاني ومش بيكون واضح حال هو واحد من اخواته اللي تهم منهم من سنين ولا ده فهد تاني وزين بيقرر يقضي الليلة في القرية ويستنى ريب كونة لحد ما يخف وبيلاحظ ان اهل القرية بيهتموا بيه كويس وبعدها بيكتشف انهم عيلتهم وخبر وجوده في القرية بينتشر واول ما بيفوق ريب كونة بيلاقي مراته اولاده قدامه وبيعرفهم على زين بعد كده بيتحرك زين عشان يدور على دومة اللي بيتفاجئ به وهو بصحبة فهد تاني وقتها بيدرك ان ده وقت الفراء دومة بيوضع صاحبه وبيمشي تاني اما زين فبيعيط عشان مش هيشوفه تاني وبينتهي الفيلم على زين بعد ما رجع لوالدته مرة تانية وبيخلص الفيلم على كده في النهاية لو عجبك فيلم النهاردة ما تنساش تشترك في القناة وتفعل التنبيهات عشان لسه عندنا ملخصات نارية هتنزل اشوفكم الحلقة الجاية وسلام